السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن احوال وبصحة جيدة ان شاء الله اقتراح دياليوما غنشارك معكم واحد الحلوة ديال العيد ميلاد كانت تحت طالب ديال واحد صديقة ديالي صيبتها الابن ديالها موهما نشارك معكم الحلوة هدي الطريقة ديالها يعني مبسطة بواحد الكريمة ديبلومات اللي كان مزجومة بين الكريمة شانتية او الكريم باتيسيا كتعطينا واحد الكريمة زوينة بزاف وبكمية وفيرة وكتجيل ديدة بزاف نبدو على بركة الله هالجنواز ديالنا غنحتاجو خمسة ديال البيضات كيكونوا يعني في حرارة المطبخ يعني كيكونوا مخرجينهم قبل من الثلاجة واحد اربعة ولا خمسة سوايع قنطربو البيض بهالطريقة هدي واحد شوية بما طلعت في ديك الكشكوش من بعد غنضيفولو سكر عدنا هنا كاس ديال السكر يعني بقياس كاس العنبة يعني كاس ديال السكر كان مبدو نزيدو يعني على جوج دفوع على دفوعات على جوج ديال الدفوعات وكان مبدو نطربو في البيض ديالنا حتى كيولينا يعني بهالطريقة هدا كيولينا بيض وكيضاعف الحجم دياله هنا غادي نزيدو نصف كاس ديال الزيت كنبقاو نزيدو شوية بشوية بحلقة نطلعو لما يونيز وما تنسوش واحد القبيصة ديال الملحة انا كان دي راعي كان ننسى ما كان قولها لكمش في الول هنا غا نزيدو كاس ديال الحليب كاس اللارو بتقريبا ديال الحليب بتا هو كيكون يعني بحرارة ديال المطبخ ما كيكونش بارد بش ما كيهبط ناش الخالط هنا غا نزيدو النواشيف غا نزيدو معلق ديال الكاكاو المور لي كيكون من نوعية جيدة دائما بش كي جينا المضاق ذوين في الكيك ديالنا هنا اللي ما بغاش يدير الكاكاو يعني كيخليها يعني شاك ديال هاد الفاني ما يديرش الكاكاو يدير الفاني او اين كها بغا هنا غا نستعملو غا نزيدو الدقيق الخاص دائما بالحلويات هنا سجوج اكياس ديال الخاميرا الكيموية والدقيق نديرو جوج ديال كيسانونس دائما بقياس العنبا هنا كنحركو من تحت الفوق كنحاولو ما امكان ما نهبطوش العاجين هنا راه غا نصرع الفيديو ولكنتو ما غا تخدمو بشوية يعني غا تخدمو بالعرض الباطئ يعني غا بشوية عليكم باش العاجين ديالنا ما كيهبطش هنا غا نزيد واحد معلقة ديال الخل يعني اي نوع ديال الخل سواء الخل الابيض او ذاك البني اللي كيكون دائما متوفر يعني اي نوع هنا غا نزيد على الثاني دقيق دائما كنغربلو يعني الكيمية اللي كنديرها وخاك يكون مغربل من قبل ولكن اي كيمية زدها كنزيد كنغربلها يعني الدقيق اللي كنديرو تقريبا على جوشال ثلاثة ديال الدفوعات هناك انا اخدو الايطار اللي غا يدخلنا الفرن انا اخدت هاد الايطار هادا المستطيل كنلبسو بسلوفان را كيدخل الفرن كيقابل الحرارة ما كيوقع لهوالو يعني هو اليمنتغ يعني غدائي يعني ما تخافوش منو او ممكن تديرو البابي كويسون من التحت يعني يديرو داك شلي متوفر عندكم هنا كنصبو الخالط ديالنا كيكون الفرن يعني سخون فهاد الأثناء كيكون سخون كنديرو تقريبا واحد خمسة عشر دقيقة وكنخرجو الجنواز ديالنا هنا غندوزو باش غنصيبو لك خيم باتي سياغ اللي غا رافقوها مع لك خيم شانتيي كناخدو جوج كيسن ديال الحليب كنزيدو عليهم جوج كيسن ديالك خيم باتي سياغ الشكل اللي وريتكم هي اللي استعملت كنديرو معلقة ديال كاكا والمر غنزيرو جوج معالق كبار عمرين ديال السكر حبيبات وكنخلطو الكل وكنردو فق النار حتى كي عقد من الخالط يعني بحلي كنصيبو لك خيم باتي سياغ عادية تاكي عقد من الخالط كيولي بهاد القاوام هادا سافي وكنخليو كيبرد يعني يخصو يبرد كنخليو غيف يعني في المطبخ لسطح العمل سافيتا كيبرد علاه خاطره يعني هاد الكريم باتي سيار حاولو تصيبوها هي اللولة يعني باش كيبقى يعني باش كيبرد علاه خاطرها من بعد كنديرو لها الفيلم المونتاغ وكن يعني كيكون ملامس اللي وجه ديالها باش ما كتتكولينا شا ديك القشرة يعني إذا تكوناتنا ديك القشرة فاش كنجي ونطربو كي تجينا يعني كتعطي واحد شكل خايب هنا غادي نخد الكريم بشونتي ديالي كنستعمل هاد هولالا يعني هي ياراها حلوة ما كنحتاجوش أنا لنزيدو السكر وضغيا كتطلع ما كتاخدناش وقت بزاف ونزيد عليها واحد جوج معالق ديال كاكاو حين تبغيت الكريم بشونتي ديالي تكون يعني بالنسمة ديال الكاكاو يعني كتجي ديال نسمة ديال الشوكالاتة هنا كنغرب الكاكاو باش مك يبقاش عندي فيه ديك الحبيبات صافي كنتربها يعني تقريبا واحد تلع ستربع دقايق يعني هي ضغيا كتطلع يعني اللي زوين في هاد الشكل الكريم ضغيا كتطلع هنا كنزيدها قبل ما كملت لها تطراب يعني مازال ما طلعت هاش كاملة يعني كنزيدها واحد دانت هنا ده اختياري يعني هو كيزيد كيعطيها صراحة واحد الماداق زوين بزاف هنا غاندوزو نشوفو الكريم باتيسيار ديالنا هم بكي كتشوفو يعني بردات وشدات فراسها مزيين هنا كنزيدو كنتربها في باش كتطلق باش نضيفها على الكريم شانتيه يعني كيولي الملمس ديالها نائم بزاف يعني ممكن تخدمو بها غير بحل دب الحشو ديال الكيكاتو هادا يعني ممكن تخدمو غير هاد الشكل ديال هاد الكريمة كالجيل ديدة بزاف ممكن تضيفو لها شي نوع ديال الشوكالاتة يعني شوكولات غيش كيزيد يعطيها واحد الماداق زوين هنا غادي ننفرق هاديك للاك خيم باتيسيار ديالي على جوج مرات غادي ندخل القسم الأول في الشانتيه ومن بعد غادي نضيف الجزء الثاني في الشانتيه غير باش كلها كتنساجم مع بعضها ما كيبقاش الفرق ما بين الشانتيه و الكريم باتيسيار كندخل كلها مبعضياتها هنا كنزيد الجزء الثاني المهم انا كنحاول مأم كنشرح لكم بطريقة مبساطة كنتم نتفهموني هنا صافي كنكملت الطراب ديالها كاملة كنمزجوها يعني الكريم باتيسيار مع الكريم شانتيه كننحاولو نمزجوهم مزيان ما كيبقاش ذاك الفرق ديالهم تاكيتوحد اللون ديالهم هناكي كتشوفو يني كتجي عاق دا وخا كنقلبو ذاك اللوبول ديالنا كتجي عاق دا وكتجي زوينا هنا احنا خرجت الجنواز ديالي من بعد ما بردات مزيان يعني كنخليوها كتبرد مزيان كل ما بردات يعني ممكن تصيبوها للاقبل كنفرقوها على يعني قسم ثاني على جوج لانا غندير واحد طبقة مهمة ديال الكريمة هنا داك الوجه اللي كيبقاليا من الفوق ديال الطبقات الفوق قطعتهم بهد الاطار الصغير هنحاول نديرهم في الزين هنا كناخدو نفس الاطار اللي خدمنا فيه كنخليو تقريبا واحد نصف سنتيم ما بين يعني دا الفارق ما بين الجنواز وما بين الاطار باش كنعمروه بلا كريم هنا هاد الهد لا تقدر تفاجوش ديال الطبقات ولكن الطبقات اللي غندير يعني الطبقة ديال الكريم غنديرها يعني كمية كتيرة هنا كنسقيو بسيرو عدنا كاس ديال الماء معا نص كاس ديال السكر وكنديروهم فوق يعني فوق البوطة حتى كي يعني كده واحد عشرة دقايق من بعد كنسقيو بيهم الكيك ديالنا ممكن زيدو معاهم طرف ديال الحامض كيعطوهم واحد من كازوينا او فاني او سقيو بالحليب ما يمدك شي اللي متوفر عندكم ممكن زيدوه معلقة ديال كاكاو ما يمستيرو ديرو اي شي يعني اي حاجة متوفر عندكم هنا كناخد واحد اله واحد البوش كندير فيه ديك الادوية اللي غنخدم بها نيت سافي وكن بدن ندير هاد كنوزع الكريمة ديالي بهاد الشكل هادا يعني كندير طبقها يعني مهمة ديال الكريمة سافي وكناخد هادا الادات هادي وكن بدن نوزع بها غير كنقاد بها كيكون صراحة مقاد البوش كيساعدنا يعني باش كيجيب لنا يعني نفس الكيمية كيسكون في لاتاقت كلها هادا هو الحاجة الايجابية ديال هادا البوش هادا كيوزع لنا الخالط بشكل جيد هنا غناخد عندي القرقاع كننسى هادو شي شوية في الفران او غير في المقلب وكنن هرمشو غيب يديا ما كننطحنو موالو باش كيبقوا ذوك يعني ذوك الحبيبات ديال وبينين وكيجيوه تف العضة كيجيوه زوينين هنا كندير الطبقه التانية كنسقيها بنفس الشكل يعني كنسقيها مزيان بالسيرو ديالنا وكننعاود نفس العملية كنعمر يعني كنبدأ بجنابهما اللولين كنعمرهم بالكريمة وكننبقى غادة بهات الشكل هادا كامل تكنسالي لاطاق ديالي يعني ذوك الفراغات اللي كنتشوفو ردرت فيهم القرقع كان بقاولي شي حبيب يبدل القرقع وانا نخشيهم تمفذك الفراغات ديال الجنواز سافيو كنقدو سطح العمل بهات الشكل هادا ومن الطريقات ديال هاد الحلوه هدي يعني ساهله بزاف يعني الانسان يخدم شوية عليه وعلا خاطره و وضروري مره يغلط مره يعاود الحاجه حتى كتصدق هنا يحيت الاطار يعني الاطار كنديرو غيباش كي يخلي لي يعني الاجنب مقدين ممكن تستغنو عليه ممكن ما تديروش يعني ما شي مشكل إلا كان متوفر كان احسن ما كانش متوفر سافيه ممكن تستغنو عليه سافيهنا كنحاول نقد يعني لابقا والفراغات لابقا بشي بلايس بينين كنحاول نقد هديك الكريمة ديالي وكنوزعها على الاطاقت كلها يعني فاد المرحلة اخد مو غير بشوية عليكم باش تتفينيو الحلوه ديالكم طابي كان بقاو مستمرين ساكنسا ليو كنحاول نقدو لها السطح ديالها بها الشكل هذا هنا من بعد مسالتها عملت هدي الموتيف هدي ديال بحل الفرشيطة يعني غنزين بها الجوانب ممكن تخليوهم سامبل كي يجيوتا وما مزيانين ولكن بغت غنبتل شي شوية ديال في الدكور هنا كناخد شوكولات كنديرو كننزوق به بها الشكل كندير دميعات هنا را تقريبا نخدت مية جرام ديال شوكولات غيش شوكولات نواغ يعني اللي هي سبعة وسبعين ديال كاكاو وزت معه خمسين ميلي لتر ديال الكريمة سافي وكننزين به بحالة كادرت هوني كغلاساج كيجي غلاساج زوين وكيجي تل مدق ديالو كيجي رائع بزف يعني دائما الشوكولات فاش كيكون نوعية جيدة يعطينا واحد المدق زوين وكيجي لامع كيجي يعني بحالة كلاساج ميروار يعني كيجي لامع بزف يعني كيجي لامع بزف يعني كيجي زوين ومتماسك كيجي متماسك ما كيجي شاي سايح صافي هنا زد هادوك درت داك اللي غلاساج جيالي وكننحاول ننقد هادوك الفراغات ما بغتش نعود عليهم بسباتيولا باش ما يتحيلوش داك يعني داك الوجه ديالو باش يبقى نامي غواغي باش يبقى لامع يعني داك الليلة درتليه سباتيولا ملفوق ما غيبقاش لامعات وما كيكتشوفوا يديها يكتبا فالقلاساج يعني كيجي لامع زوين بزف انا مزر كي نوريكم انا يديها صافي هنا ايا غندير يعني دزين كيبقاش حاجة اللي هي اختيارية احنا غندير وريضات يعني الكريمة اللي بقتلية غندير بها وريضات من الفوق مهم هنا رقصة كنشوف فين غادي ندير هادو الوريضات من دائما دا المرحلة الاخيرة كتبقى صراحة اصعب مرحلة يعني في يعني في تحضير ديال الطورات هي اهد المرحلة هادي حينت كيكونو عندك بزف ديال الافكار في الراسك وما كت وفي نفس الوقت كتشوفي شنو الحاجة اللي مناسبة لدك تزين يعني كيكون عندك بزف ديال الافكار هنا هادوك هادوك طريفات ديال ميني كيك اللي خليت اللي بقى ولينا درتهم طبقات يعني درت كل ما بين طبقاء وطبقات اللي هوم الكريمة وفي الخضرت لي هوم داك القلاساج من الفوق تهوما ودرت لهم ديك الوريضات الوريضاتها هي من الفوق يعني يجا ويعني واحد الشكل اللي هو مختلف وواحد ديزاين اللي هو صراحة جزوين ويمكن تبقى فكرة اقول لكم يعني دزين كيبقى يعني كيبقى اختياري يعني هادو المرحلة هادي فش كتبصلوا لهادو المرحلة هادي كتبقى وديلوا يعني ذاك شي اللي بليكم و الابدع اللي يعني الشكل اللي بغيتو هنا غاد نضيف هنا الاسم ديال الاسم باش بغات الاسم في الفلاطاقت الاسم ديال الوليد هنا غادرتو بشكلات البيض ودرتوف دوكلي موتيف ديال البلاستيك كي يجي صراحة أسهل من أنك تكتبه يعني تكتبه هنا جا يعني بها الشكل درتوف البيض باش يجي يعني يعني بعين معا الماغون ديال لاطاقتو معا البيض كي يجي يعاطي واحد للشكل زوين يعني تزين را كي بقى كي ما قلت لكم كي بقى واحد شكل اختياري هنا غاد خديث هاديك الوريقاس ديال الداهب غاد نزين بهم و الواسط تراني ديك القطام شاتلية الواسط در ديك البودرات ديال يعني ديك اللامعة الغبراء اللامعة ونفقت عليها باش كتجي كتجي مشتاة في وسط الاطاقت سافي كنكمل بهاد زين هادا اخديت واحد القطع ديال اللي قرقا عدرتهم يعني في الجيهة الاخرى را ما بيناش ما بانتش في السوادة باس بلكم سافي كيجي دوي الشكل ديالها كيجي يعني مهم الماداق رائع حينت انا فيتم صيبها يعني رغى نكون رام صيبها معكم في نفس في القناة نفس الاطاقت يعني الماداق كيجي روعة صراحة باد الكريمة هاد الكريمة مازيج ما بين كريم شونسي و كريم ديبلومات كيجي ماداق زوين والشكل ديالها يعني كيبقد زين مهم الماداق راني عارفة والشكل انتم اللي غادي تحكموا عليه و نتمنى أعجبكم هذا الاختراح يلي عجبكم أحبائي دعو الأبي بالرحمة و الأمي بالشيفاء شكرا 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 شكرا